بدون نكملوا القصة عن النجاح لأنه كما قلنا كل تحديات وراءها نجاح ساعد شفتك تأثرت بمحمد تأثرت جدا بالقصة ومكاش واحد لي ما يتأثر شو ربما ذكرتك في شي ساعد تم ذكرتك شو ربما في الوالدين كانوا معاك والديك ربما ذكرتك أكثر شي في حيات الصعبان يكون جهوزها أنت تان صغير بأن ساعدة مش حاجة سهلة دي جاء القصة دي كما نقول تقطع القلب تا واحد السوحة عنده دي سنتيمان يكون باشر يعني إنسان عادي رح يتأثر بالإستوار هذه سرتولي بارون الواحد يروحولو لبارون سما ما بقيتش يعني بنا فلنا ربي سبحانه خلقنا كما نقول وحاجة تعطيك كما نقول لا فرص بها تكمل حياتك هي الولاد سما طفل تلموا تحبوا رح يعود عليك هذك الفرق تعلوالدين مالقرية كما نقول والديها ما هنا وشي صرات الإستوار كانوا متبع بعدين شوية بعضها وشي الحب تعلوالد ربي سبحانه الكبدة كما نقول حكينا على طفلتك شوية ساعد طفلتي كما نقول أنا طفل كما نقول كنت طفل مدلل أنا كنت كما نقول شوشوطة على الدار أنا كان اللي يمسني شعل فيها النار في الدار خيوتي غيرو ما كلا هي يقرمولي بابا كان ربي يرحمو والدي أنا رحولي لبارونطيئي كان صحيبي ربي يرحمو أنا ما نحبش نحكي في بابا كان ربي يرحمو يوسع عليهم هو كان صحيبي يما كانت كلنا صحاب نقول لي إيش أنا وخلوا بدرة صالحة محمد هذا هو الحمد لله ولد صالح يدعو له هذا هو الأساس كانوا مقلشين إيشي ما يخصني من كل إيش من كل إيش ما كأخيبتي كنت أنا صغير كان لي يحب يخرجي الدنيا مع أهلي شريحة جي يقسمها معايا كما نقول أي عاجة نحبها رح نطلب خيبتي لبنتي مدوها لأخيبتي درهري كما أقول خيبتي ما مدلي شرح لغتي رح تمدلي ما نقول إيش كانت بيان وحنا كما نقول من عائلة رياضية عندي أخيبتي بنتي جواتك أخيبتي أكيد مش مشكلة عن أخيبتي لبنتي كانوا يديروا في الجيدو كانوا أبطال في الجيدو عندي أخوي الكبير تانا بروتيزيست تانا يدير جيدو عندي أخيبتي يديروا الملاكمة يديروا المصارعة وليكن صغية كل واحد منهم حبي ديني الدوم أنت يعوه واحد يقول نروح لأبوكس خير واحد يروح من مصارعة أختي ديني جيدو درت شوية صنبو ودرت معهم جيدو كنت يعني نسلمو دل أنا ما كنتش نحب العنف لا لدركها ما رقالي ندير فيها ذكارك عاثل عنفة كما نقول من أختي الرياضات القتالية قاعد ندير فاها وأنا بطل العالمي فيها دا الرياضة وانا كنتر العنف وما نحبش العنف أنا أردو لكاش كما نقول إنسان عاقل نحب نضحك نقص مهم دي فرد تصرا مشاكل أنا اللون نحكى مصحابي نقول لهم غير مكلاة وخليك دي فارد تصراك عبساتك نقول لهم يبيتي وانا بيا ما كنا نطعارك ومكلاة دي فاي حيرو يقولني زحمة انت مرمال مو غير غير العراك نقول لهم لا أنا أنا كنتر المشاكل وكنت يعني رياضي كنت درت مارست كتير كما كما لجان كل بديت تعال بالون في الكرطي كما نقول بولا سنية مع كلاب جيتين نول كما نحن لعب هل رحنا سنية بعدها قدرت شوية صنبو كما نس كل درت شوية كاراتي واح بعدها بديت في المصارعة يعني بدأ مشواري حبيت هذه الرياضة شاء الله قبل من تأثرت بواحد من خوتك ولا كنت تبعك كاي كون صغير كاي فيلم معين كايش مع بايش اكتور معين كايش سبورتيف معين نو كان بكري كان الفيلم الابو كان جاكيشان كان يلعب جاكيشان نحن نخرج كل جاكيشان برا في الكرفي بعدها يجينا مايك تايزن وولينا كل دي بوكسر كل مرة وكانوا يعني كنت نحبك أنا مغروم برياضات القتالية كما نقول كنت نحب لحواجه دوما بديت أنا بديت يعني المصارعة يعني حبيت هذه الرياضة كنت صغير بديت صغير بقى كنت كادي بقى شبعة 12-13 نسنة ولا عبسة كماك وصراتي مبليشير في البول جار اجي حبيت ندير عفسة ولا حاجة اجي ما غابل با دي قص على البول روحت قليبا بادي يازم مش هذي سبور تاع عنف كما نقولو بقشت انتريني روح دير بانو كما ناس كل باكيس لحبيك ربي كما نقولو دير با حبست واحدة بيغياد ومبادي كرجعت برا برا ولا تحوم تيكا يروح وينتريني ويا ساعدك في البلاد ساعدك